في انتظار قداسة البابا بينديكتوس السادس عشر لبنانيون كثر ومن مختلف الطوائف وإليهم انضم اليوم السوريون اللاجئون في لبنان الذين ناشدوا البابا في زيارته المرتقبة أن ينظر إلى سوريا ويصلي من أجل شعبها ووقف إراقة الدماء فيها بزيارته نتمنى منه كونه رجل كبير ورجل عظيم يعني ولو قدسي ولو هيبي بالدول كلياتها أنه ينظر لسوريا ويحس على وقفها القتل بسوريا نحن نطلب منه أنه يوقفلنا العنف ووقفلنا الضرب ووقفلنا راحت أطفالنا وراحت أولادنا مأساتهم كبيرة وبؤر الفقر لم تعد تتسعوزهم وأحزانهم إلا أن نافذة أمل لاحت إليهم من بعيد فوجدوا في زيارته حجر خلاصهم هذا كله نظامي عم تشوفوا بينكم بالنسبة قسف الكنائس والجوامع كله شيء على الواقع يعني ما في شيء مفبرد منوجه له أنه يدير باله علينا ولأنه نحن شعب واحد والله بحب وجه رسالي للبابا أنه يوجه رسالي لبعض المرتزقة بالنظام من الطائف المسيحية أنه يرتدعو عن النظام ويصفه مع الشعب ومع سورة الشعب لزيارة قداسة البابا وهج كبير وعلى زيارته تندرج سلسلة مطالب وتمنيات وآمال بأحلال السلام تخطت حدود لبنان إلى حدود كل الدول العربية التي تعيش صراعات تلو الأخرى